لكن لاحظوا كيف ابتولي البخاري حتى من شدة البلاء ذهب إلى تنك أو كذا ودع الله أن يأخذ روحا لأنه خشع نفسه من الفتنة في الدين فمات رحمه الله تعالى وبقي البلاء ملاحقا لمن للإمام مسلم لماذا تدافع البخاري لماذا تعظم البخاري فابتولي بلاء شديد رحمه 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 واسع وذهبت الدنيا وبقي الصحيحان ورواه الشيخان كم كان أتباع الذهلي أمم حتى أن البخاري لما دخل بلاد ذهلي أقبل الأمم عليه فلما حذر منه لم يتبعه إلا الإمام مسلم كان خلف الذهلي أمم فالعبرة يا أخوان ليس بالبدايات العبرة بأي شيء بالنهايات ابنتين مات وأتباعه لا يعد عشرة ما بين سجين وطريد ومؤذن وكاتم لإيمانه إلى آخرة انتهى خصومه إلى اليوم وثم أقام الله دولة شاهقة الدولة السعودية دولة التعيد والسنة على ابن تيمية وإلى اليوم الردد ماذا ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية شوف كيف الله أعز رحمه رحمه رحمة واسعة وأصبح من أكثر مؤلفي الإسلام هذا الذي وجدوا من مؤلفاته مع أنه ما بين نزول للميدان في قتال التتر وما بين تأليف وما بين رد على مخالف وما بين إعانة الناس لو رأيتم ماذا قرأ الإمام مسلم ماذا قرأ الإمام بلقيم على ابن تيمية في النونية من الكتب تقول أين الوقت الذي كتب ابن تيمية ثم الوقت الذي سمع بلقيم هو يقرأ عليه ثم الوقت الذي ألف فيه ثم الوقت الذي قاتل فيه الأعداء ثم الوقت الذي ذهب إلى الملوك يشهد هممهم ثم الوقت الذي قضاه في المناظرات ثم الوقت في مساعدة الناس ثم لو رأيتم كيف ينتقل من دولة إلى دولة إشهد همم الملوك حتى ينصروا الإسلام ضد التتر يا أخوان تعلم أن هذا من الله سبحانه فتعلم حقاً من الله مما ذكر في ترجمةه هذه عجائب نمرات قتال التتر أما الأولى لم يخضها ابن تيمية قال كان عندهم الشركيات وكذا واشتغلنا بدعوة الناس للتوحيد إلى آخرة لما خاض المعركة الثانية تنصر الله فيها الإسلام يقول الذهبي وإذا قاتل ابن تيمية لا تشبهه لبعنترة يعني بقوته وتكلم عنها بالقيم بكلام في شجاعته حتى ما في ترجمةه لما أتى التتر سأل أحد الأمراء قال أين أكبر مكان يأتون معه قال منها هنا وكان التتر ينزلونك السيل قال فاستقبلهم ابن تيمية وحنك عمامته ثم رفع بصره إلى السماء يدعو ثم ذهب وقاتلهم ناطحهم بسيفه وكان يفلهم فلا رحمة الله واسعة فالمقصود هذا ابن تيمية صحيح أوذي في زمانة وحذر من يا مجسم يا كذا يا كذا وبيّن ووضح لكن أبرى بالنهاية لذا يا إخواني أصلح نيتك وأصلح ما بينك وبين الله واجعل مبتغاك الله والدار الآخرة أما الناس لا تحزن عليهم اجتهد لهدايتهم لكن إن أقبلوا الحمد لله وإن أدبروا الحمد لله إدبارهم سريع وإقبالهم سريع والله يعانقونك يا وحيدة دهره وفريدة زمانه ثم بعد زمن يرمونك بالحجارة يا عدو الإسلام أعدى من الشيطان الناس هكذا ثم بعد فتر يقبلون ثم يجبرون المهم يجعل مقصد الله وإيش والدار الآخرة نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا أنه ورحم الراحمة نعم